السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس نحياكم الله افتح امسك كتابنا على صفحة ستة لسن فور الدرس الرابع قبل ما نبدأ بالدرس نجي نشوف الكلمات الجديدة اللي رح تكون عندنا اليوم بحكي مفضل بحكي مفضل درس 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 واضح درس درس طيب سيقاته درس 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 لاليوم رح ناخد اغنية ونجاوب على الاسئلة يساعد تعالوا نشوف سوا بحكي نبدأ انظروا اعطوا ماذا يمكنك ترى تعالوا نصف شو شايفين هناك شخص و شخص. هناك بيزة، برد، ملك، أيضا هناك جنب. طيب، تعالوا نشوف سوا الصنب. بليز، بليز، كان اي هاف سم تشيز؟ بليز، بليز، كان اي هاف سم تشيز؟ يعني بيحكيلو لو سمحت هل بقدر اخد بعض من الجبنة؟ تشيز. اي دونت وونت حني بكوز اي كيب بيز. ما بيدي العسل لانو بيب يتاخد من النحل. اي دونت وونت هاني بكوز اي كيب بيز. تشيز is good but it's not at the top. تشيز الهي الجبنة جيدة لكنها مش موجودة بقمة الهرم الغذائي. مش موجودة ضمن القمة من الهرم الغذائي. لو لاحظنا ان وجودها كان بالجزء بجروب 2 من الاسفل. milk is delicious to the very last drop. الحليب جدا لذيذ لح اخر قطرة منه. واضح؟ I like cereal بحب الحبوب. bread, خبز and rice. fruits and vegetables are also nice. الفواكه والخضروات ايضا جيدة. the pyramid is high up in the sky. الهرم عالي في السماء. sweets are not my favorite. do you know why؟ انو الحلوة مش من الاشياء المفضلة عنده. هل عارف السبب؟ تعالوا نقرأ الاغنية مرة اخرى. تبع سوا. سمع نحن لسى Original carne Un好وى. أعض ϛي. لا أحبا لي deb BET tiene because. بلد لدن حيز percent. كائزه may good but it isn't at the top. science Is delicious to the very last drop. الكبراس أحب 게�amelε Chino الفور Fruits and vegetables are also nice. The pyramids is high up in the sky Sweets are not my favorite Do you know why? شوفنا يمسك باللحن نحاول اللحن قرائتنا نرجع مرة أخرى تبع للقراءة Please, please, can I have some cheese? I don't want honey because I keep peas Cheese is good but it's not at the top Milk is delicious to the very last to drop I like cereal, bread and rice Fruits and vegetables are also nice The pyramids is high up in the sky Sweets are not my favorite Do you know why? طيب فهمنا يمسل القصيدة الأغنية نيجي نحل السؤال True or false صح أو خطأ Number one The boy doesn't want cheese الولد ما كان بده cheese نيجي للفقرة شو حكا لنا? شو حكا عن الجبنة Cheese is good but it's not at the top حكا إنه الجبنة كويسة ولكنها مش بالقمة إذن The boy doesn't want ما بده ولا بده لا بده حكا لنا Cheese is good إذن هو بده ولكنها وصفها إنه هي مش من الأشياء المفيدة جدا واضح إذن False Number two Honey comes from bees العسل بنجيبه من النحل نرجع للأغنية هايو I don't want honey because I keep bees من وين بيجي العسل؟ هايو مجاي من النحل إذن العسل من النحل True Rice and tomatoes are not good هل الأرز والتوماتو not good؟ برجع لالسونج نيجي نشوف حكا لنا I like cereal, bread and rice Fruits and vegetables are also nice إذن هم مالهم Good إذن False Cheese and milk are good الجبنة والحليب good Yes, it's true The last one, number five The boy likes sweet هل الولد بيحب الحلوة؟ شو حكا لنا هون؟ Sweets are not my favorite إذن هي ليست من الأشياء المفضلة إذن بيحبها؟ No إذن The boys likes sweet False فهمنا؟ طيب نيجي ننتقل لكتاب activity book Open your activity box On page number five لتمرين number five Fill in the planche with the correct word بدنا نعب بالفراغ بالكلمات الصح الكلمات مراجعة للحصص اللي أخذناها نراجع هنسوا Delicious أخذناها اليوم لذيذ Drop قطرة Favorite مفضل Top قمة Pyramids Haram Cheese الجبنة Rice الأرز Vegetables الخضروات لازم يكون حافظين معاني الكلمات يا ميس نقرأ الجملة نفهمها عشان نختار الكلمة الصح نراجع الباسكتبول is my فراغ sports الباسكتبول هي مالها من أنواع الرياضات مين الكلمة اللي بتناسبها أكيد كلمة favorite إنها من الرياضات المفضلة بالنسبة إلي باسكتبول is my favorite sport هي الرياضة المفضلة لإلي number two Egypt Egypt اللي هي مصر دولة مصر جمهورية المصر Egypt has many فراغ إيش موجود أشياء كثيرة في مصر شو أي كلمة من هدول بتخص مصر اللي هي كلمة pyramids موجود فيها الأهرامات واضح؟ number three grows in Egypt and Indian شيء ينمو في مصر والهند مشهورة فيه مصر والهند إيش مشهورة؟ هال مشهورة delicious ولا drop cheese top rice vegetables أكيد مشهورة بالرائس بالأرز لطبيعة مناخها الحر rice grows in Egypt and India four tomatoes and cabbage are فراغ مالين هدول من أنواع إيش؟ من أنواع vegetables الخضروات apple juice is very apple juice اللي هو عصير التفاح is very مالو مين الكلمة اللي بتناسبها؟ بدي أحكي عنه إنه هو إيش أصفه؟ drop ولا cheese ولا top ولا favorite مين الكلمة المناسبة؟ الكلمة المناسبة delicious apple juice is very delicious جدا لذيذ بدي دائما بعد very بيجي صفة وين الصفة اللي بتوصف الشيء؟ الصفة اللي هي موجودة عنا هايها delicious لذيذ هي الوحيدة اللي بصندوق صفة adjective six I like my tea with a farag of milk I like my tea بحب الشاي بضيف لو مالو with a drop of milk يعني بضيف لو قطرة من الحليب drop قطرة I like my tea with a drop of milk number seven farag is made from milk is made from milk شو هو اللي مصنوع من الحليب اللي هي الكلمة cheese الجبنة هي اللي مصنوعة من الحليب وبنحط السيكة بتالتر لانها بداية جملة cheese is made from milk eight there is a picture on the farag of the page في أعلى الصفحة there is a picture on the top of the page في قمة الصفحة طيب تعالوا لأكسرسايز number two dictionary work اللي هو dictionary قاموس طبعاً بنقدر إنه إحنا نحله من دون قاموس طيب طيب whether each of these foods is a type of a fruit رح نرمزلها باللتر F يعني بدي أشوف الكلمات هاي اللي موجودة عندي إذا الكلمة بتوقف هاي الكلمة يعني فاكهة من أنواع الفواكه بدنا نحط عندها اللتر F إذا كانت vegetables من الخضروات بدنا نحط عندها اللتر V or meat إذا كانت من أنواع اللحوم بدنا نحط عندها اللتر M طيب نجي لكلمة كلمة sausage اللي هو معناها الصجق الصجق نوع من أنواع اللحوم طالما إنه نوع من أنواع اللحوم إذا ميت رح نرمزلها باللتر M grape اللي هو العنب العنب من أنواع مالها من أنواع الفواكه إذا رح نرمزلها باللتر F طيب The next one اللي هي The next one number three piece اللي هي البازيلا طيب البازيلا من أي أنواع ضمن أي أنواع ضمن تصنف من ضمن أنواع V vegetables خضروات The next one beans من اللي هي الفاصولية الفاصولية أيضا من أنواع الخضروات إذا نرمزلها باللتر V next one lamb lamb اللي هو لحم الخروف إذا meats نرمزلها بالرمز M cabbage cabbage اللي هو الملفوف الملفوف من ضمن أنواع V vegetables مر عليكم من الصفوف السابقة cabbage next one beef sausage اللي هي الصدق من اللحوم إذا ضمن الرمز نرمزلها بما إنها meat بالرمز M peach اللي هو الخوف الخوخ الخوخ من أنواع الفواكه إذا نرمزله بالرمز F next one Spanish السابانخ السابانخ من أنواع الخضروات إذا V avocado اللي هي فاكهة الأفوكادو من أنواع الفواكه إذا نرمزلها بالرمز F onion البصل البصل من الخضروات رح نرمزله بالletter V cucumber cucumber الخيار الخيار من أنواع الفواكه نرمزله بالرمز F stick stick اللي هي أيضا من أنواع اللحوم إذا نرمزلها بالرمز M turkey اللي هو اللحوم الديك الرومي من أنواع اللحوم نرمزلها بالرمز M واضح يا مس طيب لليوم إن شاء الله بيكون أنهينا حصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة